طبعاً أكو هواي عوامل طبعاً هي اللي ساهمت في عدم تفعيل قانون الاستثمار في كل المجالات اليوم دا نتكلم في مجال الطاقة طاقة الكهربائية اليوم دا نتكلم في مجال الزراعة وفي مجال الصناعة لكن النقاط المهمة اللي احنا يجب انه نعالج هذا الفشل ونعالج ما هو نقاط الضعف اللي حقيقة صار على مرهاي السنوات الموجودة طبعاً احنا اليوم نقول انه اكو كوادر وعقول عراقية ممكن انه تعالج لو الحكومة العراقية نداء الى الرئاسات الثلاثة لو الحكومة العراقية استعانت بعقول عراقية مخلصة وإلها خبرات وحنا ممكن انه نقدم خبراتنا كلها وعبر قنواتهم نداء مجاناً طبعاً وبدون اي مقابل هذا واحد الشي الثاني انه النقاط الفشل اللي يفشل به هو يحتمل يعني يتركز على ثلاث عوامل العامل الاول هو حقيقة عامل انه الروتين القاتل وبالنسبة عدم تفعيل بشكل صحيح دائرة النافذة الواحدة وبالتالي اليوم في مجال الزراعة عندما يكون انه هناك تقديم على مشروع زراعي يجب انه هناك موجودة دائرة النافذة الواحدة وهي راح تاخذ كل الموافقات وتقوم من كل الوزارات وتستحصل موافقتها هاي نقطة جداً قوية اثنين الصعوبات الأخرى طبعاً مو كل شي احنا نذبع الحكومة طبعاً هذا كلام اطرحه ولأول مرة الحكومة هي تتحمل جزء والهيكل الوظيفي واني دعا احتي عن هيكل الحكومة تبعاً بداء من موظف اعتيادي والى درجة وزير ايضاً عليهم مسؤولية كل شبيرة والتالي احنا هنا اذا نخلي رقابات وتجديد هذا كله راح يأخر من عجلة التقدم احنا يراد عندنا ازمة انا اتكلمت في كل الحلقات اقول احنا نريد النهوض عندنا ازمة في ناس مخلصين يخدمون هذا البلد حقيقة اختصار هذا الكلام كله نريد ناس انه يتبرعون بخدمة هذا البلد والنهوض من هذا الوضع به واني احنا جاهزين طبعاً اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة